أقام صندوق صيانة الطرق والجسور المركزية الرئيسي بالعاصمة المنقة عدن حفلا تكريميا لموظفي وموظفات الصندوق بمناسبة اليوم العالمي لعيد العمال وفي مستهل حفل التكريم رحب رئيس مجلس الإدارة المهندس المعين الماس بكافة موظفي الصندوق مشيرا إلى الأدوار التي يقومون بها في بناء أساس الصندوق واستمرار نشاطه الفعلي سواء في الأعمال المكتبية أو في الميدان مهنيا الجميع بعيدهم العالمي الذي يأتي للتذكير بالأدوار التي يقودها العمال وتكريمهم والوقوف إلى جانبهم وأكد الماس أن جهود كل عامل في الصندوق لها الأثر الكبير وبصمة الواضحة فيما ينجز من المشاريع نؤكد أن دعمه ووقوفه مع القضايا الإنسانية والاجتماعية والعملية المتعلقة بكل موظف داخل الصندوق وإرسال العدالة بين الجميع للعمل معا لبناء مستقبل أفضل للوطن وفي ختم الحفل جرى توزيع شهادات التقدير على العمال والموظفين وسطها تبادل التهني والتبريكات بدعم الصحة والنجاح الدائم